أكد صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر أن نجاح الجهود الدولية لإرساء الاستقرار والسلام العالمي يحتاج إلى إرادة ومنظومة من العمل الجماعي تضع حلولا حاسمة لمسببات الحروب والصراعات التي تجداح للحديد من مناطق العالم نوه صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر إلى أن مملكة البحرين بقيادة حضرة صاحب الجلالة عاهل البلاد المفدة تحرص على مؤازرة كل جهد جماعي غايته تحقيق السلام العالمي سواء من خلال تنفيذ التزاماتها الدولية في هذا المجال أو من خلال ترحيبها بكافة المبادرات الرامية إلى إرساء السلام والاستقرار على المستوى الدولي وأكد سموه في رسالة وجهها إلى العالم بمناسبة اليوم العالمي للسلام الذي يصادف يوم الخميس والذي يقام هذا العام تحت شعار معاً للسلام كفالة الاحترام والسلام والكرام للجميع أكد أن جوهر التعايش الإنساني يقوم على التعدد والتنوع الثقافي والحضاري وأن جميع الأديان السماوية تؤكد على قيمة السلام وتحض على نشر المحبة في إطار يحفظ الكرامة للجميع ونوه سموه أن مملكة البحرين لا تدخر جهداً في الدعوة إلى اتخاذ ما يلزم من خطوات من أجل إرساء السلام العالمي والتعاون مع مختلف الدول الشقيقة والصديقة من أجل توفير مقومات سلام شامل إيماناً منها بحتمية السلام كعنصر فاعل في مسيرة الدول والشعوب على طريق التنمية المستدامة وقال سموه إن مملكة البحرين بلد محب للسلام وهي تقدم للعالم نموذجاً في المحبة والتآخي بين جميع أبنائها استناداً على تاريخ طويل من التعايش الذي أسهم في ترسيخه أجيال متعاقبة عاشوا على هذه الأرض وأسهموا في بناء حضارة تمتلك كافة مقومات التطور والتقدم وشدد سموه على أن آفة الإرهاب تشكل تحدياً حقيقياً أمام تحقيق السلام العالمي وأن القضاء عليه يتطلب أن يكون التعامل معه ليس أمنياً فقط وإنما من خلال المراجعات الفكرية وتفنيد الأفكار المغلوطة التي تغرسها بعض الجماعات المتطرفة في عقول الشباب وقال سموه إن المنطقة تعيش منذ سنوات في دوامة من العنف والحروب التي خلفت وراءها خسائر جمّة في الأرواح والممتلكات وحان الوقت لكي يتحمل العالم مسؤوليته الإنسانية في تجنيب الأجيال المقبلة المزيد من المآسي ويرسي قيم السلام والتعاون من أجل حياة أفضل للشعوب وحث سموه على توجيه اهتمام أكبر للتنمية الاقتصادية والارتقاء بالمستوى المعيشي والاجتماعي للشعوب الأكثر احتياجاً حتى يعم السلام وتسود العدالة من منطلق الإيمان بوحدة المصير الإنساني وبأهمية السلام كمفتاح للتنمية والرخاء وأثنى صاحب السمو الملكي رئيس روزراء في ختم رسالته على ما تقوم به منظمة الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة وجميع المنظمات الأخرى التي تعمل من أجل السلام من عمل دؤوب لتعزيز التعاون الدولي وما تبدله من مساع خيرة لتحقيق السلام والطمأنين للبشرية ودعى سموه المجتمع الدولي إلى مسندة تلك الجهود والبناء عليها وصولاً إلى سلام دائم يحقق للشعوب تطلعاتها في الأمن والاستقرار